موسيقى قال يسوع في عزة على الجبل طوبة للحزانة لأنهم يتعزون طبعا هذا المبدأ يمكن غريب على السامعين في تلك الأيام فبالنسبة للرمان جماعة قاسيين جدا بيحكموا من يد من حديد والمتدينين اليهود كان عندهم البر الذاتي وحياة الرياء والكبرياء فطبعا هذه الفكرة غير واردة لكن يسوع المسيح بيهتم في أبسط الناس مبتدئا قائلا طوبة للمساكين بالروح فالمسيح بيهتم في الناس لما إحنا بندرك فقرنا الروحي طبعا أكيد بيدعونا للتوبة عن خطيانا وهنا حبا خليني أوضح شيء يعني المسيح بيقول يا لسعادة طوبة بتعني يا لسعادة يا لغبطة يا لهناء أو الكلمة العبرية يا لغنى فتخيل إنه المسيح عم بيطوب الناس الحزينة طبعا هون بيتكلم عن نوع آخر من الحزن مش بيتكلم الحزن على الفراق ولا حتى الحزن على مأساة ولا ربما ميت أو خسارة معينة لكن بيتكلم عن جوهر عن شيء أعمق وشيء أهم بيتكلم في الكتاب المقدس هذا الحزن بحسب مشيئة الله تنشئ توبة لخلاص بلا ندامة هذا الحزن أحبائي اللي بيقود الإنسان إنه يأخذ خطوة جدية وخطوة يعني فيها أهمية ماسة إنه أنا عاوز أتغير أنا عاوز أتوب وهي التوبة بتعني تغيير الفكر وهذا التغيير اللي بيقود إلى تغيير خطواتي تغيير مجرى حياتي كنت أفعل أسير في شيء لكن لما بتوب وبآمن في يسوع المسيح أفعل الشيء اللي الرب يسوع المسيح بيطلبه مني هذا أحبائي هو يسمى حزن التوبة التوبة على الخطوة فالمسيح حاشا لا يدعو إلى العبوسة بالعكس هو لما هاجم الفرسيين قال المرائين يظهرون بعابسين يعني لما بيمارسوا مثلا الصوم أو الصلاة لازم يكون وجه رقم ستة باللغة الإنجليزية لازم يكون عابس لازم يكون مكشر لازم الناس تحترموا لأنه مش مرح ولا أنه يعني بين حزين لكن المسيح عم بتعامل مع القلب مع الدافع مع الني لكن حبائي يسوع المسيح هو مثالنا مكتوب عن يسوع المسيح في نبوة إشعياء النبي يسوع رجل أوجاع ومختبر الحزن فهو اختبر الحزن اختبر كل شيء مثلنا كابن الإنسان فالإنسان اللي بيحزن على حالة معينة مثل يسوع يعني حزن على الشخص اللي دعاه إلى ملكوته لما طلب منه أنه يبيع كل أملاكه هذا الشخص حزن لأنه كان بالنسبة له الأملاك أهم المسيح حزن على أورشاليم بسبب قساوتها وعدم إيمانها وعدم الإثمار والرياء أحبائي بيحزن على حالة الناس وكمان في العهد القديم نشوف إرمياء الرجل الباكي يعني نبه أو حذر الملوك اللي كان بيخدم معهم قبل السبي وكان يعني فعلا بيبكي وبيطلب الله لكن المشكلة إنه قسوا قلوبهم فهو ابن الدموع الذي يذرف الدموع على المذبح لكن أحبائي بعد ما راحوا للسبي برضو كان بيرثي ومازال يبكي على حالة الشعب وكان بتوب عن نفسه وبتوب عن الشعب لأنه حزن على الخطايا اللي أزت الناس في تلك الأيام هذا حزن التوبة أحبائي ينشئ لنا خلاص بشوف المسيح الحالي القلبية فهذه الحالة عندما نأتي إلى محضر المسيح نتغير على شكل المسيح وفعلا بتقودنا إلى التوبة وإلى الخلاص